المساجد لن تكون منبراً لتنشيط الحملة الانتخابية لرئاسية الثامن عشر أفريل رسالة أراد وزير الشؤون الدينية تمريرها ليؤكد على مسافة الحياد بالاستناد على القوانين موضوع المساجد والانتخابات هناك قوانين في الجمهورية سيحترمها الجميع هناك قانون الانتخاب الذي يفرض على المساجد الحياد سوف نعمل نحن كجهاز حكومي على فرض أحكام ومبادئ المواد القانونية المتضمنة في قانون الانتخابات تحسيس الأئمة للمواطنين بضروة الاقتراب من سندق الاقتراع ليس واجباً سياسياً وإنما دينياً ومن لا يقوم به لن يعاقب الأئمة سيكونون صمام الأمان أمام خطابة التيئيس حسب الوزير عيسى في موضوع الانتخابات دائماً كانت المساجد وما زالت تدعو إلى ما علمنا إياه القرآن الكريم في أن نختار لشأننا العام من هو أصلح لشأننا العام أظن بأن هذا الدور ليس ظرفياً وليس سياسياً ولكنه دور ديني لا يحتاج أصلاً في أن تعطى فيه تعليمة ولا أن يعاقب من انكفأ عنه وأنا لا أريد أن أشوش بأي تعليق سوى أن أقول أن الأمور تسير بطريقة سلسة جداً مبني على التزام العلني بالاستجابة الواجبة لشغالات الأئمة ونريد لأئمة أن يتخلصوا من خطاب المطالب الجزائر تتحول إلى نموذج لتلقين الأئمة المرجعية الوطنية الدينية دورات تكوينية لصالح أئمة الساحل وكذا الصين مع تحذيرات من العودة إلى سيناريو التسعينيات واستغلال المساجد ضد الوطن ومصلحة أبنائه